نعم هنا في الساعتين الماضيتين لم تكن هناك عمليات بارزة نستطيع أن نقول أنها تجري على الجبهة الشمالية لكن قبل ذلك صفرات الإنذار كانت قد دوت في الامطل وكفارق العادي ولكن اتضح إسرائيليا على الأقل وفق الرواية الإسرائيلية أن الحديث هو عن تشخيص خاطئ في تلك المنطقة في إصبع الجليل لكن عمليات إطلاق الصواريخ كانت اليوم كثيفة كعادتها خلال الأيام الماضية تركزت في نقاط ومناطق متنوعة قريبة من الحدود وبعيدة عن الحدود في الجليل الأسفل كانت هناك رشقات صاروخية استهدفت بصورة متكررة كرياتشمونة وصولا إلى محيط حيفا وصولا إلى كرمئيل ولكن فعليا في الساعتين الماضيتين توقف ربما قصفوا حزب الله إلى تلك المناطق بمقابل عدم توقف العمليات بصورة تامة الحدث الأبرز إسرائيليا الذي تم الحديث عنه في وسائل الإعلام كان يتعلق بمحاولة الاغتيال في العاصمة اللبنانية بيروت تم الحديث عن هذا باهتمام كبير عن وفق صفاء الشخصية التي تم الحديث عنها إسرائيليا وفق مصادر عربية وتقارير أجنبية استنادا على هذه التقارير كان الحديث الإسرائيلي أي أن الرواية الرسمية الإسرائيلية رواية الجيش الإسرائيلي حتى اللحظة لا تتعاطى مع مسمى الشخصية ولا تتعاطى مع اسم الشخصية المستهدفة كشخصية أساسية أو كشخصية معلنة ولكن من الواضح أن مصادر إسرائيلية تحدثت لوسائل الإعلام مختلفة التسريبات كانت من مصادر إسرائيلية إلى هذه المؤسسات الإعلامية تتحدث عن الشخصية المستهدفة وهي شخصية من المستوى السياسي من المستوى المعروف لدى حزب الله على عكس الشخصيات الأمنية التي عادة ما تحتفظ بسرية معينة بالتالي الحديث الإسرائيلي كان واضحا رسالة واضحة تشير إلى أن مرحلة الإغتيالات القادمة قد تكون حتى في نطاق المستوى السياسي في حزب الله بالتزامن مع تقارير أمريكية تتحدث عن ضرورة استغلال ما تقول الولايات المتحدة أنه ضعف لحزب الله في هذه المرحلة من أجل التقليل من نفوذ حزب الله السياسي في لبنان لكن ميدانيا الساعات الماضية شهدت بعض العمليات البارزة القادمة من العراق على عكس الجبهة الشمالية إحدى هذه العمليات كانت في مرج بن عامر تحديدا في منطقة النعورة حيث دوت صفارات الإنذار للاشتباه بتسلل مسيرات إلى تلك المنطقة كما شهدت الصواريخ الاعتراضية في منطقة النعورة دون تفعيل صفارات الإنذار على مستوى الجبهة الداخلية إنما تفعيل صفارات الإنذار كان يقتصر على قاعدة عسكرية قريبة من المكان ويبدو أن الاستهدافات من العراق بدأت تتخذ منحنا مختلف هنادي نتحدث عن عمليات يومية باتت تتبناها المقاومة الإسلامية في العراق وتجعل لها أرقام تشبه تلك التي كانت في جبهة الإسناد لدى حزب الله في بداية الثامن من أكتوبر حين بدأت العمليات لحزب الله اليوم ثلاث عمليات تبنتها المقاومة الإسلامية في العراق كلها كانت عبارة عن مسيارات نحو مناطق مختلفة يوم أمس تبنت خمس عمليات مختلفة بالتالي هناك زيادة في منسوب العمليات القادمة من العراق تتوازى مع قصف حزب الله الصاروخي المتنوع القريب من الحدود والبعيد عن الحدود إضافة إلى الاشتباكات الدائرة في مناطق مختلفة وفي قطاعات حدودية مختلفة شكرا عبدالقادر عبدالحليم مراسل العربي من القدس مراسل العربي من القدس